اشتركوا في القناة عن ميسارة عن أبي حازم عن أبي رضي الله عنه ورحمة الله الجميع للنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يمون بالله اليوم الآخر فلا يمز جارة وقال صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء فالضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وانترقته ولم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا في مخال حدثنا أبو نعيم ومخال حدثنا سفيان العبدالله ابن دينار رحمة الله جمال رضي الله عنهما قال كنا نتقل كلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عيبة أن ينزل فينا شتي فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا صلى الله عليه وسلم أقول أخوتي الكرام المطابقة الحديث للترجمة في قولي تعالى وفي قولي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا والحسن مضى في بيت الخلق وأيضا في باب قولي إبا إذ قال ربك الملك قولوا من كانوا بالله واليوم الآخر وهذه معناها أن علامة الإمام بالله واليوم الآخر العلامة الصحيحة في هذا الباب هي أنه يأتي بهذه الثلاث من كانوا بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارهم فإذا الجار علامة على عدم كمال الإيمان الواجب عنده المكلف واستوصوا بالنساء خيرا ومن لم يوصى بالنساء خيرا ومن لم يتعامل مع نساء خيرا فهذا أيضا دل على عدم موجود الإيمان الكامل الواجب عندهم وفي قوله أفل إذ جاره قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبل يوصيني بالجار حتى حتى ظننت أنه سيورثه وأما الوصاية بالنساء خيرا فهذه علامة من علامات الإيمان قد قال الله جعله وعاشرهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤينة إيمانا أحسن مخلقا وخيركم خيركم الأهلي وأنا خيركم الأهلي ولما أبحى الضرب ولما أبحى الضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب النساء قال وليس بخيركم من يضرب النساء وليس بخيركم من يضرب من يضرب النساء وأتى بالحديث أنه أعوج شيء في الضلع وهذه معناها أنه لا بد أن يستمتع بها على العواج لأنه إذا أراد أن يقيمه ولا يستمتع به إلا على الاستقامة يكسر لأنها لم تستقيم معك على طريق فإن استمتعت بها استمتعت بها على العواج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها في إشعار باستحالة تقويمها يعني لا بد أن تقبلها على هذا العواج قدر ما تستطيع وهنا أشوف انظر أجباً كان أبن عمر يقول كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا حتى لا ينزل فينا شيء فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في هذا الباب طبعاً هذا ما في المطابقة في هذا الحديث غير موجودة في هذا الباب ومكانوا تكون الخوض في الكلام مع النساء خاشت أن ينزل فيهم شيء ثم الانبساط في الكلام والطريقة كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حد تخرج ابن ماجه في الجنائز بذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول ابن عمر كنا نتقي نتجنب الكلام أخشى منه أن تكون هناك سوء عقبة بعد الكلام لأنه عدم الاحتمال الأغضاء ورد مع النساء لأنه كثير من النساء لا يتقن الحديث مع الأزواج وقد يمر المرء على النساء فلا يستطيع التفاهم معهن ولذلك كانوا يتقون ذلك حتى لا ينزل فيهم شيء ومعنى أنه بعد موت السلام عليهم أن الوحيد قد انقطع لذلك انبسطوا في الكلام مع النساء نعم الباب الذي بعده ثم قال باب قول الله برحمة الله قو أنفسكم وأهليكم نارا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حمال بن زيد عن أيوب عن نافع رحمة الله الجميع على عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راه وكلكم مسؤول فالإمام راه وهو مسؤول والرجل راه على أهله وهو مسؤول والمرأة راه على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راه على مال سيده وهو مسؤول أنا فكلكم راه وكلكم مسؤول ثالباب سيد بزاك الله خير أحسن الله عليك وهنا هذا في قوله تعالى يا الذين أمنوا قوة أنفسكم عليكم نارا يعني احفظوا أنفسكم بطرق المعاصي وفعل الخيرات وأهليكم هنا يقصد به الأهل أصارة يقصد به الزوجة والأولاد يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم ومؤدبوهم وأقيل أهليكم أن تأخذوهم بما تأخذون لي أنفسكم وإلا فالعقوة أخيم ولذلك قال أنت مسؤول عنهم عندما لا ترشد أما إن أرشدت فلا شيء عليك في هذا الباب قو أنفسكم وأهليكم نارا والزوجة أهل ولذلك كانت عيشة رضي الله عنه تقول للمسلم كيف وجدت أهلك كيف وجدت أهلك قال الله في الجميع قال قول الله كلكم رائعا وكلكم مسؤول عن رعيته كان الإمام رائعا رائعا على أهله ومسؤول وم temptation على بيت زوجه وهي مسؤولة والعبد رائعا على ما السيد هو مسؤول ألا فكلكم رع وكلكم مسؤول عن رعاية يعني كل بحسبه والمطابقة هنا في ذلك قوله الرجل رع على أهله لأنه الرجل من جملة رعيته قال زياد بن أسلم لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هذا وقنا أنفسنا فكيف بأهلنا قال تأمرونهم بطاعة الله وتنهوهم عن معصية الله يعني عليكم البلاق في هذا الباب لست مسيطر على أحد لست مسيطر على أحد لكن أنت الذي يجب عليك هو أنك تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وجاع عن علي بن طالب ورد الله عنه وأرضاه في هذا الباب ويطلق الأهل على زوجة الرجل كقول أسامة في حديث الإفق أهلك يا رسول الله والله ما أعلم أن أهلك إلا الخير وإنما يطلق على من تلزمه نفقته شرعا يعني كما قلنا الأهل يطلق على كل من تلزمه النفقة من زوجة وأولاد وأيضا أقارب من من تلزمه النفقة هذا كله ينزل تحت تحت الأهل قال إن ابني من أهلي وكقوله في قصتي وهبنا له أهله وكانوا زوجته والده والأهل يطلق على العبد قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت سلمان منا آل البيت يعني أيضا يطلق العبد أنه من الآل ابن أخت القوم منهما وأنا أيضا العبد قال سلمان منا آل البيت والحيث خرجوا فيه كتاب صلاة الجمعة وقد فصلنا فيه أيضا القوم وأخرجوا أيضا في الاستقراض والعدق وغيرهم وهنا أخرجوا عن أبي النعمان محمد بن فضل السادوسي عن عارم يعني عن حمد بن زيد عن أبي السختياني عن نفع بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وقد مر كان فيه وفي قوله كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعايته كلكم راع أصله راع نعم من راع رعاية ورعاية الحفظ والأمان يعني كلكم مسؤول عن هذا على حفظ هذه الأمان هذه أمان يقال رعاك الله أي حافظك ورعا الغنم أي الحافظ لها والأمين عليها وهنا الولي الولي مسؤول عن كل الرعاية أمير الأمير الذي هو ولي الأمر مسؤول عن كل الرعاية والحقيقة أنه ليس مسؤولا عن أهل فخد أو هو مسؤول عن كل الرعاية والمسؤول بالرعاية هنا هيكون مسؤول عن الجن والإنس والطير وكل شيء هو الآن الله تعالى قد منحه أمرا وأعطاه قوة وأعطاه وأعطاه حقوقا وجب وجب إيصال هذه الحقوق لأهلها لكن هو مسؤول عن كل ذلك مسؤول عن كل ذلك فالإمام راعي والتحقق هنا أداء ما عليه من الرعي في هذا الباب عليكم السلام هو أنه إقامة العدل فيهم ولد الحقوق لأصحابهم والاستماع لنصائحهم والحرص على مصالحهم وتزليل السبل لتنمية الرواتهم والضرب على أيدي المفسدين الإمام راعي وأحكامة الأمر أعظم وظائف الإمام استقامة الدين وصلاح الدنيا استقامة الدين وصلاح الدنيا فولي الأمر وهو راعي وهو راعي واجب عليه أن يأخذ بكل أسباب استقامة الدين بقطع البدعة ونشر العلم وتفضيل العلماء وبين مكانتهم وهذه كلها أسباب هي التي تقوي شوكة الدين وهذا مأمور شرعاً بذلك حبيبي ألا دمعك حاسب وأيضاً هو مأمور مأمور بتوفير ما يكون من الكفاية للرعية نعم راعي على أهله وهذا موضع الشهد الذي يريده الإمام البخري فيكون الرجل مسؤولاً عن أهل بيتي تربية وتعليماً وتهديباً وتقويماً وتأديباً فلذلك واجب عليه أن يحسن إليهم وأن يرعى شؤونهم دينياً دنيا ودين لكن دين أول شيء الأهم استقامة الدين واستقامة الدين تكون المرأة على الديانة ويكون الولد أيضاً على ما يرضي الله للفعلاتهم بعد ذلك يرعى منهم النفق والكسوى والمأوى وغير ذلك من الإحسان إليهم ومن أهم أيضاً الأمور البعد عن البدعة أن يبعد أهله عن البدعة وعن التسايب عن التفريط في هذا الباب قالوا المرأة رعي على بيت زوجها مسؤولة تكون مسؤولة في البيت يا رعي في البيت والمعنى ذلك أنها تكون مسؤولة مسؤولية تامة عن تربية الأولاد تربية النشق ولذلك الأم هي التي عليها المعول يعني أنت لو نظرت لو تنظر أكبر ما يمكن أن ينفع الأمة هذا الأصل هو تخريج هذه الأمة تخرج الأجيال التي ترفع من شأن الأمة وتكون من أعظم الأسباب التي التي تنصر أو ينصر الله بين الأمة أنت تنظر إلى الثور من أخرجه أمه قالت له أنا أغزل ولا تشعل نفسك بطعامه أو شرابه أنا أغزل أغزل وأكفيك وأنت تطلب الحديث امرأة بمليون رجل أم الشفعي راحت بهم من فلسطين إلى مكة من أجل أن يتنام ابنها بين العلم وأهل العلم بمكة والمدينة وكانت امرأة عقلة رشيدة أيضا من ذلك أم مالك أم مالك كلنا يعلم أن أم مالك كانت ترعاه وتعمم وتهندم هنامه وتحصن عليه وتقول له اذهب اذهب إلى مجالس ربيعة اذهب إلى مجالس ربيعة فاجلس فتعلم من دله وسمته كما تعلم من علمه من الذي أخرجه أولا من الأمهات ده الحقيقة يعني المعالم الأوسفية على أعظم ملوك الدنيا بأسرين أمه وكانت ترعاه وقوله العبد راعي على مال وتعالى أسر المرأة في مال زوجها أيضا لا تفسد هي رعاية مسؤولة عن رعيتها والعبد راعي على مال سيدي ومسؤول أن يكون عبد أو الخادم مسؤول عن رعاية مال سيدي هي حافظا له مؤتملا له خراده ويكون له وأيضا يعني ماله يحافظ عليه في هذا الباب فهو أمين لا يخون وأنه أيضا مدبر ويضع الشيء في مقضانه ولذلك قال أنه مؤكدا كل ما مضى قال بذلك قال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في هذا الباب أن الرعي ليس مطلوبا لذلك إنما أقيم الحفظ ما استرعاه فين بذلك لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه فإنه أجمل أولا ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكررا بالفاء والفاء في قول بألاف كلكم راع جواب الشرط محذوف وختم بما يشبه الفزلك إشارة إلى استيفاء التفصيل قال غيره دخل في أداء العموم المفلدة الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه أصدق عليه أنه راع على جواريحه حتى يعمل المأمورات ويجتمل منهيات فعلا ونطقا واعتقادا فجواريحه وقوه وحواسه رعيته ولا يلزم أن يتصف بكونه رعيا ألا يكون مرعيا باعتبار آخر رعياته لأن نفسه التي بين جنبيه لا يملكها وجواريحه ملك الله جل فعلا فواجب عليه أن يطوعها لله واجب عليه أن يجر نفسه جرا إلى قضيها هي أعظم القضية في تحقيق حكمة الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا لا يعبدون إذن كل راع وكل مسؤول لكن كل على حسبه وقدري وأعظم الرعاة يعني مسؤولية هم أولاة الأمور ولذلك عام الخطاب بكى بكى وقال لو لها لو لها كنوز الأرض ملكا لي كلها لفتدت بها من من يوم المطلع لو طلع الأرض بأسرها ذهبا وكان يملكه عامر الخطاب قال يعني لفتدت بها من هول المطلع وأنه سيقف أمام أمام ربي وقف عاما كاملا ابن عباس يدعو أن يراه حتى راه يتسبب عرخة قال الآن انتهيت نعم انتقل المصانف إلى باب آخر الحمد لله والصلاة والسله والسله والسلحين السلام الله مرد علىنا وعن شاخنا وعن والديهم والحاضرين والمسلمين آمين قال في كتاب النكاح باب حسن وعشرة مع الأهل قال حدثنا سليمان وبعض الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها رحمة الله عليكم عن عائشة أنها قلت جلس إحدى عشرة امرأة فتعهدنا ودعا قدن ألا يكتبنا من أخبار أزواجهن شيئا حديث المزرع حديث المزرع فصلنا فيه التفصيل كبير في كتاب تفتكر أحمد في كتاب الشمال التلميذي فصلنا فيه كثير جدا فنحاول نجمل فيه الآن قال الأولى زوجي لحم جمل غس على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قال الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي لعشنق إن أنتق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل فيهامة لا حر ولا قضي ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عن معاهد قالت الثالثة زوجي إن أكل لف وإن شرب شتف وإن اتجع الكف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت الثالثة زوجي غياياء أو عياياء طبقاء كل دا إلا هو دا شجك أو فلك أو جمع كل لك قالت الثالثة زوجي مضروب مضروب قالت الثالثة زوجي المسس أرنب والريح وريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت إلى الناد قالت العشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوتا مزهري أي قلنا أنهن هولك قال الحالية العشرة زوجي أبو ذرع فما أبو ذرع أناس من حلي أذني وملأ إنشح من عضوضي وبجحني فمجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيت ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي ذرع فما أم أبي ذرع وقومها رداح وبيتها فساح فما ابن أبي ذرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي ذرع فما بنت أبي ذرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيث جارتها جارت أبي ذرع فما جارت أبي ذرع لا تبث حديثنا تكثيفا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيريشا قالت خرج أبو ذرع والأوطاب ثم خطوا طلقي امرأة معها ولداني لها كالفهدين يلعبان من تحت خصوها برمانتين فطلقني ونكحها فلكحت مع له رجلا سريا ركب شريا وأقض خطيا ورح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو اجمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع بذلك قال هل بكرا تلعبها وتلعبك شوف تذكر تذكر كل ما فعلها أبو زرع مع أن هذا الرجل أحسن عليها جدا وأجاد سبحان الله قات عيشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشة قال أبو عبد الله وقال بعضهم رحمة الله عليهم فأتقمحوا بالميم وهذا صح قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا مع مر عن الزهرية عن عروة على عائشة رضي الله تعالى عنها ورحمة الله عليهم جميعا قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله وأنا أنظر صلى الله عليه وسلم فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فقدروا قدر الجارية الحريفة السن تسمع الله صلى الله عليه وسلم أقول إخوتي الكرام في هذا الباب يعني حديث مزرح حديث طويل فيه بيان حسن المعاشرة والمعاشرة هي الصحبة والمعاشرة المفاعلة يعني تبادل العشرة الحسنة وتبادل إحسان اللطف في الحديث والإحسان في تجازب الحوار وأيضا فيها الأمر من الأمانة الأمانة فيه والأمانة من أعظم ما تكون بين الزوجين يرتقي بها المرء علوا نعم الحديثة خرج النسائية من حديث عباد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة والمحفوظ حديث هشام عن أخيه رأى مسلم أيضا فيه الفضائل وخرج التلميدي في الشمال وهذا وسعنا فيه الشرح جدا أخرج التلميدي في الشمال والنسائية أيضا في أشرة النساء جميعا عن علي بن حج وهذا من نوادر موقع على هشام بن عروة في حديث أبيه حيث أدخل بينهما أخل له ووسطه وطبعا هو تعلم هو أثبت الناس في أبيه في قولي جلس 11 مرأة وكان اجتماعهن يعني بقرية من قرى اليمن هكذا وقع في رؤية الزواج المبكر وجلسنا يتحدثنا وقيل كنا في مكة وتحدثنا وطبعا أصلا أعظم يعني تعطير المجالس بالذكر الأزواج يشتكين من أزواجهن لا سيامة قال قال تصدقنا فإني رأيتكونا أكثر أهل النار فقلنا على ما يا رسول الله قال يكفرن فقلنا أكفرن بالله قال لا يكفرن العشير إذا أحسن إليهن الدهرة ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط فتعهدنا وتعاقدنا لزمنا أنفسهننا عهدا وعقدا على الصدق ومن دمائرهننا عقدا ألا يكتبنا شيئا وأن يتصدقنا بينهن ولا أكتمنا شيئا عند التبراني أيضا في هذا النعت أن ينعتنا أزواجهن وأصدقنا في ذلك وذلك الزبير فتبايعنا على ذلك عجيب والله عجيب هذا محتاج أصلا بايع قالت الأولى قوله قالت زوجي جمل غس على رأس جبل موعد أي هو غس يعني هزيل جدا هزيل هزيل جدا وهذا معناها أنه لا قوة لا قوة بدن ولا قوة ولا قوة رأي وهذا معناها سقوط مدول أرادت أن أن تقتله قتلا ذريعا لما تقول هزيل 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 في الشخصية هزيل في رأيه هزيل في كلامه هزيل في قوة بدنه قالت يعني هو جمل غف على رأس جبل وع يعني قل لمن الذي يهتم مثل هذا يعني لا هو أصلا يعني يرتقى تستطيع أن تصل إليه ولو وصلت إليه بعد ذلك تندمت آخر الندم لأن كل التعافي الوصول إليه يكون 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 طار هباء منطور على رأس جبل نعم تصف قلة خيره وبعده مع القلة كالشيء في قمة الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة يعني على قلة الخير الذي فيه لا يصل منه خير لزوجته بحال من الأحوال لذلك قالت على رأس جبل وع يعني كثير الصخر شديد غلزة لا يستطيع أن يرتقى إليه فقالت حتى تفسيرا بذلك باء هو جمل غف نعم على رأس جبل وع قالت لا سهل فيرتقى يعني لا هو سهل والمعنى لا أتي إليه أحد صعوبة المسلك ولا يؤتبه لحد لا تنقله الناس إلى بيوتهم لرداءته يعني من وجده يتركه كما يقال قبله ووضعه في جانب أتعوى الناس لا ما يعد إجمعنا حازم لا لا يعد إجمعنا وفي رؤية أبي عبيد ولا سمين فانتقل وفي رؤية فينطقى أي استخرج نقيه وحاصلوا أنه قليل خير من جهة أنه لحم جمل لا لحم غنم ومع أنه لحم جمل شديد سقيل غليل هو مهزول أيضا رديء وأنه صعب التناول ولا يسر إليه إلا بمشقة وإذا وصل المرء إلى المشقة لم ينتفع منهم بكثير نفع الحقيقة يعني أخبث شيء الغساثة في الأنعاب من الجمل لأنه يجمع خفث الريح وخفث الطعم وصعوبة أيضا الوصول وصعوبة الاستفادة أعيكم سموكاتف محمد وصعوبة الاستفادة مع قلتي كاللحم الهزير المنتن الذي يزهد فيه فلاقلب فكيف إذا كان في رأس جبل صعب وعر لا يوصل إليه وذب الخطاب أن تمثيلها بالجبل الوعي هناك أشارة إلى أنه أيضا سيء الخلق جدا يعني لا يمكن الوصول إلى إرضائه بحال واذهب بنفسه وترفعه تيهن وكبرا تريد أنه مع قلة خيره يتكبر على عشيرته في أجمع إلى البخر سوء الخلق وهو تجميه الجلي بالخفية والمتوهم بالمحسوس والحقير بالخطير قوله وقالت الثانية أي المرأة الثانية هي عمرة بنت عمر التميمي قول لا أبثه وهو الإظهار والإشاعة أي لا أنسه يعني لا أبثه بسيثا يعني لا أنشره بين الناس وإني أخاف أن لا أذره في تأولان أنه معائد إلى الخبر أي خبره طويل وإن شرعت في تفصيله وإن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته أو إلى الزوج وتكون لا زائدة أي أخاف أن يطلقني فأضل أي فأطرقه فقال الكلماني التأولي الثالث أن يقال إن معناها أخاف أن أبث خبره أبث حديث أعين أخاف أن أبث خبره إذ عدم الترك وهو الإفساس والتبين ووقع في روضة الزبايد زوجي من لا أذكره ولا أبث خبره قالت أذكر عجره وبجره ورمض بها أنه تتذكر عيوبه والمشور في الاستعمال أن يرد به الأمور بأسرها وعنت أن زوجها كثير العيوب أعوذ بالله كثير العيوب في أخلاق منعاقل النفس عن المكارم وعن عليم أبطالي في وقت الجمع يا الله أشكو عجري وبجري أي همومي وأحزاني وقيل العجز ظاهره والبجر باطنه يعني العجر هو الظاهر بعجز والباطن البجر هذه الثانية أحمد لو تعطينا كل واحدة في أول وصف مطلع وصفها فقط ممكن الثالثة ماذا قالت؟ قالت الثالثة زوجي العشنق نعم قالت الثالثة زوجي العشنق إن أندق أطلق وإن أسكت أعلق نعم العشنق هو الطويل وهنا لما تقول العشنق وتقولها بأذة الطريقة معناها أنها تزم تزم طوله مع أن الطويل أصلا لا يزم لكن أفضل الناس من كان ربعة كالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة بيهو أمي فقولها زوجي العشنق هو الطويل طويل العنق جدا والمقدام على ما يريد يعني الشرس في أموره وقيل لما تقول زوجي العشنق هو سيء الخلق أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوره بلا نفع وقاله سعيد الضريقة الصحيحة أن العشنق الطويل أن نجيب لدي أمريكا أمر نفسي ولا يحكم النساء ولا يحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما شاء فلذلك زوجته تهابه ولا تقف أمامهم ولا تنطق بحضراته فتسكن وتسكن وتسكت على مضد وهذه وهي الشكاية البليغة الشكاية إما أن يقال بأنه طويل بلا نفع أو طويل سائل الخلق أو طويل قوي الشكيمة فلا تستطيع أن تتكلم بوجوده قوله إن أنطق أطلق يعني إن ذكرت عيوب وهو يطلقني وإن أسكت أعلق يعني إن أسكت يعلقها سبحان الله يعني يدرك يعني يجعلها إما يعلقها بأنه يشتد عليها في العقاب وإما يعلقها في هذا الباب يعني يجعلها كالمعلق لا هي مزوجة ولا هي معلقة يعني هذا معناه أنه أنه ظالم في هذا الباب أيضا وهذا يقوي جانب أن العشنق هو طويل بلا نفع في شيء من الشدة في هذا الباب نعم قالت الربعة هلا سهل كما طالت الزوجي كليلة همة يعني طيب الربعة هذه هذه و هي قالت زوجك كيش كليل كليلة همة نعم يعني هذا كأنها تمدحه شبهت زوجها بليلة همة وتمدحه أي كليل أهل مكة أصحاب الأمن أو كليل ركضت يعني كليل فيه فيه شيء من أصحاب النسيم أو كليل أو كليل أهل مكة أصحاب الأمن أو كليل ركضت الرياح فيه يعني ترى ترى يعني تمدحه في ذلك أو كليل الربيع وقت تغيير الهواء من البرودة إلى الحرارة وظهور الاعتدال ليس فيه أدى يعني كأنها تقول بأن زوجها فيه يعني المعشرة فيها راحة ولذة وأنس ولطف وإحسان وبر فأرادت المتحلة كليل اتهامة يعني معتدل ليس فيه حر مفرط ولا برد والمعنى 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 أنه أنه أيضا عدل عندما يحكم لطيف عندما يتكلم وعندما يخترب رفيق ولذلك بأنه لا يسقل عليها ولا تستسقل هو قربه وعندما في المصاحبة تحب مسايرته فهذا متح عظيم لهذا الزوج قالت لا قر لا قر هو البرد ولا سآمل ملالة يعني الحر الشديد لا ثقل عنده تصف زوجها بأنه يعني لطيف رفيق رقيق خطيف خفيف الوطأ لين الجانب فيه الخير وقالت يعني في هذا باب لا ما خاف عليها في هذا ولا تخاف منه وأن أهل اتهامة لا يخافون لا تحصون بجبال لا يخافون فيه قوة وشجاعة وأيضا فيه اللطف والرفق في هذا أرادت أن زوجها يعني يعتبر حامي الديار وهو أسد مغوار ومع ذلك معها هو لين جدا لطيف جدا رقيق جدا رفيق جدا قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد إن دخل فهد إن خرج أسد ولا يسأل عم عهد نعم هو هنا الآن قالت إن دخل فهد الفهد تعرفون أنه ينام كثيرا يتغافل كثيرا وهذا كما قال الشفعي قال خير الناس أعمقهم غفلة قال الفطن المتغافل الفطن المتغافل فهذا دخل دخل فهد يعني نعم كثيرا في هذا الباب يعني هذا يكون فيه الاستراحة عندما يرى أشياء متغيرة في البيت يغض الطرف وينام عن المعايب وهذا أيضا متح في هذا الباب وقيل معنى فهد أنه يدخل البيت ويسأل وثوب لقاء عليها وثوب الفهد كانت تريد المبادرة إلى جماعها يعني كانت تقول وهذا النساء يعني يتنظرن بذلك تقول إذا دخل وثب عليها كوثوب الفهد على أساس أنه يعني يحسن إليها بالتغافل ويحسن إليها أيضا بالجماع فجمعت بين الخيران في هذا الباب إذا دخل فهد يعني ينام يتغافل عن عيوبي وعن ما يجد في البيت من النقائص وأيضا تجد عند الجماع قوي الوطع والإحسان وإن خرج أسد وإن خرج من البيت كان أسد يعني تصفه بالقوة والجسارة والشجاعة وهذا منتهى المتح في هذا الباب تمثله بالفهد وتمثله بالأسد هذا ارتقى منها مرتقا صعبا فهذا الرجل كان في الإحسان إحسانا قالت مع أنه سهل أيضا سهل مع أحبائه صعب جدا مع عدائه وهذا أفضل الناس يا يونبي جاهد الكفار المرقين وإيش وأولي عليهم والضعب لما وصف الصحابة وصفهم به أشداء على الكفار الرحماء بينهم قالت لا أسأل عما عهدائي لا يتفقد ما ذهب من مالي ولا يتفقد إلى معائب البيت وما فيه من نقص فتراه يتغافل ويحصن وكما قلنا كما قال الشفعي أفضل الناس الفطن المتغافل السادسة ماذا قالت قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب وإن ضجع لف وإن يرجع الكفة ليعلم البث وهذه قطعته إرما إرما يعني كادت عليه في نهايته زوجي إن أكل لف يعني أكثر من الطعام كل الصنوف يلف عليها ولا يأكل مما يليه وطراهنا قلنا من الآدب أن يأكل مما يليه إن كان صنفا واحد أما إن كانت أصنافا فله أن يلتف فقالت إن أكل ما ترك صنفا إلا أتى عليه فأجهز عليه وإن شرب اشتف أي استوعب جميع ما في الإناء يعني كأن المرأة كأني بها تجلز بجانبه تتمنى لقمة وتموت وريقها يلعب على ذلك فلا تحصلها من شدة ما هو يسرع في الطعام والأكل وأغذر كل ما في الآنية وإذا شرب تريد أن تشرب ولو ولو أن ترتشف رشفة لكنه ما يترك لها شيئا يعني يعني فإذا شرب قيل اشتفه يعني أنها قالت وإن الضجع التف يعني إذا نام التف ثيابي في ناحية وتركها وهذا معناها معناها أنه يعني لا يقابلها جماعا وهنا أتت أيضا بلظة الغث هنا على أنه لا يقترب منها شكوى منها له ولا يلجي الكف أي لا يدخل الكف معناه لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن وهو معنا قول ليعلم البث قال الخطاب معناه أنه يتلفف منتبدا عنها ولا يقرب منها فيلج كفه داخل توبها فيكون منه إليها ما يكون من الرجل امرأة يعني يعني لا تمر يده وعلى محاسنها وعلى مفاتنها وهذه يعني كناية على ما هو حتى لا يقترب منها لا يقترب منها فيحسن إليها بأنها يعني المرأة تحتاج جدا إلى أن يكون الرجل بجانبها وأن تشعر به لكن الإشكال إذا كانت المرأة متكبرة الأمر سيكون صعيبا عليها إذا كان هو يرى هذا التكبر شيئا فلا يقترب لكن هو وجب عليه أن يختبر ذلك في هذا الباب لذلك هذه يعني أضاعته في كل شيء أكل شروب يحظى بحقه دون أن يعطي حقها وأيضا منوع عنها على ما تتمناه من اللطف والمؤنسة والغزل ثم ذلك الاختراب والمس والمسيس يهم المرأة جدا في هذا الباب ثم ذلك الجماع في هذه الأمور بأسرها هو يضن عليها بطعام أو شراب أو جماع هذا وضع في المروحة يعني المسألة المسألة إما بيفتح رصها وإما بيفلكها المسألة صعبة جدا جدا طبعا زوجي عياء يعني يعني عياء يعني يعني ما ده أخوز يعني لا يستطيع الجماع عياء أو غياء غياء هنا معناها لا يهتدي إلى مسلك أو إنه كالظل المتكاثف المظلم لا إشراق فيه أو إنه غطي عليه أموره أو إنه منهمك في الشر يعني الحق أنها قالت عي عي في كل شيء عي في التعبير عي حتى في المؤنسة عي في المشاعر عي حتى في الاختراب والمسيس والغيايا كما قال السلام اقرأوا الزهروين فإنهما يتاني يوم القيامة إيش كأنهما غيايتان وكل ما أظل لك من السحاب يكون كذلك قال الطبق والمطبق عليه الأمور حمقا طبق يعني ما تركت فيه شيء هذه نسفته ويعجز عن الكلام وقال نعمل الطبق الطبق من الرجال الذي فيه رعونة وحمق كالمطبق عليه في حمق ورعونته يعني كأنه مغلوب على عقلي ما في عنده إدراك ولا في عنده إحسان في التصرف طبعا أفضل إحسان في التصرف هو إرضاء المرأة عندما تغضب يحاول قدم كان أن يرضيها وأن يعني يكسب إرضاءها في هذا الباب لكنه ليس كذلك السقيل الصدر لا يطبق صدره على صدر المرأة يعني مع ذلك أنه لا يقترب منها ودا ولطفا وأنسا يعني المرأة تحتاج جديدا إلى الدف وهي لا تستدفئ إلا في حضن زوجها والرجل كذلك رجل أقصى أقصى ما عنده هو أنه يستشعر الدف عندما يعني يرافق المرأة ففي معاناقة المرأة ملاطفة أكبر مما تكون وفيه حنو وعطف وفيه تبادل مشاعر صامتة دون دون الإشعار بها يكون إشعارا خفيا وهذا يكون أقوى تأثيرا من اللف لأن المعاناقة تجعل القلب على القلب تكون تبادل المشاعر بقوة وبحنو المرأة يستشعر بدفع عظيم جدا عندما تحنو عليه المرأة حبا في مسألة المعاناقة فبهذا الأمر تستوعبه جدا جدا إن كان يعني استطاع أن يفعل ذلك فقالت كل داء له دواء أي كل شيء من أدواء الناس فيه تعني كل داء تفرق في الناس فيه من أدواء ومن أدوائه أنه قد اجتمعت فيه كل المعاني ماذا فعلت يا الله ديك يعني نرجو عدم التعليقات الكثيرة كما قال الأخونا الفاضل قالت شجكي أو فلكي وهذه تنويع يعني جرح رأسك جراحات شجكي هو الشجة بتكون الجراح في الرأس فقط هي بقى قالت المسألة مش وقفة على الرأس ده راجل لا فيه شيء من الحنوب ولا اللطف ولا المعانقة ولا القرب ولا المجمع بل فيه جراحة الرأس بالضرب شجكي أو فلكي يعني يعني قطع جسدكي يعني شج الرأس وقطع الجسد وصفته هنا متناهية في الحنق والتناهي في جميع النقائص والعيوب وسؤل العشرة مع الأهل وعجزي عن حاجتها مع ضربه وأذاه وده وارد وارد رجل لا استطيع ويريد أن يستأسد على امرأته لأنه قد خفق رجولة في أشياء فلذلك يريد أن يكون أسداً بما يفعل وأن له أن يكون كذلك سقط من عينها كلية أو جمع كل اللكي أي جمع كل هذه المساوئ ضرب وكسر وجراحة وإهانة وخصومة وازدراء واحتقار وتقريع وتوبيخ يعني هذا الشيطان أفضل منه أستغفر الله يعني أقصد هذه الصفات صفات سيئة جداً أسوأ الصفات التي يمكن أن تجتمع في رجل السبعة هذه قتلته وقالت الثامنة قالت الثامنة الزوجي المسو نسو أرنك واردح وريح وزرنك نعم جزاه الله خيراً يعني قالت هذا طبعاً يعني يعني الحمد لله على الأقل بدل ما كانت التي قبلها يعني قطعته بل أذابته في الملح كالملح في الماء قوله المسو أرنب يعني تصريب حسن الخلق أنه رفيق هين لي وقال أنه السلام أن الله رفيق يحب كل رفيق ويحب الرفق ويعطي الرفق ويعطي الرفق ما لا يعطي علىه إذا وضعت يدك على ظهره لأنه وبره ناعم والزرنب وزن الأرنب لكن أوله زي هو نبت طيب الريح وقيلها يا شجر عظيم وبالشام على جبل لبنان لا تصمر ولها ورق بين الخضر والصفر بين الخضر والصفر وقيلها يا الحشيشة طيبة رأحة رقيقة وقيلها يا زعفران كل ذلك فيه أنها يعني إذا وضعت يدها على ملمسه كأنه حرير تنظر كما قال أنس عن يد النبي قال قال لا والله ما مستتادي دباجا ولا حريا مثل يد النبي صلى الله عليه أليا من يد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت المس مسترنب والريح زرنب وقالت أنا أغلبه والناس يغلب يعني أنا أغلبه معنى يتغفل عني وكلما يعني كنت معه أكون أنا فوقه وهو على الناس أسد لكن معي يكون رفيقا هينا لينا يسمع ويسكت ويحصن ويتلطف هذا من أبدع ما وصفت به زودها في هذا الباب على الرفق والليم والإحسان والبر وأنه معها أليا ما يكون وأنه يفوت لها كثير من الأمور وأنه يسمع لها ولا يؤذيها ويعني إذا غاضب لا يؤذر غضبه عليها أما مع الناس فإنه أسد مغور شوف هذا هذا باب في هذا الباب ثم قالت التسعة قالت التسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد يعني يعني رجل الجود كله حاتم الطائر وهذه في وصف وصفته بالشرف في نسبه وسؤداده وأنه كبير الناس وأنه رفيع العماد والعماد في الأصل عماد البيت نعم تعالنا بيته في حسبي رفيع في قومه يعني يعني يحتمل أنه أرد أيضا أن بيته عالي حشمتي وسعادتي لا كبيوت الغير من الفقراء والمساكين التي لا توصف بمستهد الوصف الحوائج وهو أكبرهم وهو أكبرهم وهو أشجعهم فهو عنده الضفان يقصدون النادي أو يقصدونه فهو قريب من الناد كل أضيف النادي يأتون إليه يستضيفهم ويجدوا عليه ما يكرمهم وعندما أرادوا قوة الرأي لا يجدوها إلا عندهم وهذا مدح تام تام غير منقوص نعم فضل وأما العشرة آآ من العشرة فضل قال قلت العشرة زوجي مالك وممالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبالك قليلات المسالح إذا سمعت صوت يقن أنهنها مالك إذن زوجي مالك وممالك مالك خير من ذلك أرادت هذه الألفظ تعظيما لزوجها لما تقول ما مالك استفهمية فيها مع التهويل والتعظيم والشرف أي ما هو أي شيء ما أعظمه ما أكرمه ما أجمله مالك خير من ذلك زيادة في التعظيم أيضا وتفسير الإبهام وخير مما أشير عليه من ثناء وطيب يعني مهما قلت له في الصفات الحسنة هو فوق ذلك هو فوق ذلك له إبل أي لزوجي إبل تثيرات المبارك أو المبارك وهو جمع مبرك وهو موضع البروك أرادت في ذلك أنه يعني يجعلها تبرك في معظم أوقاتها بفناء دائره لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة حتى إذا نزل به الضيف كانت جاهزة لحسم المدى بالذبح أو النحري من أجل إحسان أو إكرام الضيف قال إلا تلمسارح وجمع المسرح والموضع لا تسرح إليه المشيه وهنا الوصف بذلك عنها كثيرة أنها لا تغيب عن الحي ولا تسرح المرعب البعيدة تبرك بفنائه كما قلت حتى يقربها بأسرع ما يكون للضيف الذي يأتيه قالوا إذا سمعنا صوت المزهر أي قالنا أنهن هوالك يعني علمنا أن الضيف قد أتى وإذا سمعوا المزهر هنا هو العود الذي يضرب به أي إن زوجها يعني عود عود الإبل إذا نزل به الضيفان أتاهم بالعيدان والمعازف وآلات الطرب أو الطرف أو آلات الطرب يعني إذا سمعنا الإبل ذلك علمنا أنهن منحورات هناك ضيف قد أتى منحورات قالت الحديث ومنحورات فأدى فيه أنه جواد كريم وأيضا هذا بمتح لله الحمدل منه بدل الزم الذي يعني قد قد مضاجع النساء الآن الحديث العشر والأخيرة قالت الحديث عشرة ذوجي أبو زر فما أبو زر أناس من حلي وذني وملأ من شحم عضو ضي وجحني فمجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلاني في أهل صحي وأطيط وداء إيث وملق نعم هنا مدخل ذوجي أبو زر فما أبو زر مثلها مالك ما مالك يعني للتعظيم وفخامة الشأن في هذا الباب كأنه قالت يعني أنتنا لتعرفنا ما مكانته وما عظم ما هو فيه من قرر من وجود أناس من حلي وذني يعني 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 أعطاه كل ما يتزاين به تتزاين به المرأة من ذهب وفضة وحلي يمكن أن تتحل به معناها أنه أغناها وطبعا النساء أنت آمن النساء النساء والذهب ما أدري المقارنة كيف كلما ترد ذهب كأنها تطير في السماء ولذلك كل مرأة تغضب على زوجها إذا أراد أن يرضيها فقط ختم الذهب يجعلها رضيها عاما كاملة في هذا الباب أمين خالد أمين أرد الله ففيها الحلق والقرد وهذا الدهب المحلق هو الآن فلا حرام وما لأ من شح من عضو ضيا يعني المسألة مش وسألة الحلي فقط من أجل أن تتحلى وتتزاين به لكنه أيضا أطعمها فأحسن لها طعامها حتى سمنت والسمانة في النساء في العرب زمان يعني كانت محبوبة ما أدري كثير من الناس يحب ذلك أم لا رضي الله عنك أنت خذه تفصيلا من الشمائل يحازم شرحناه في الشمائل أوسع من ذلك بكثير يعني هنا سمن أدوخ وحتى أنها ظهرت سمن عليها يعني يقول مرتاحة مرتاحة جدا وهي معه أحسن لي أحسانا عظيما قلت ووجحني من التبجح التبجح والتفريح والتفريح أي أعظم لي الفرح وبجحني يعني أسعدني سعد عالي أسعدها بالحلي أسعدها بالطعام أسعدها بحسن الرفقة وحسن التعامل أسعدها باللين والإحسان والبر وذلك أخذها صغيرة غنيمة هات الجزية هذه واجدانك أهل غنيمة بشق فاجعلانك أهل صهيل وقضيء ودائس ومنقم يعني هي كانت في بيتها هناك فقر وضيق فأخذها إلى سعة سعة وملك وإحسان وبر كان في قلة اليد عندهم وسخن شق الجبل أي ناحية الجبل أو بعضه لأنقاد في أهل صهيل أي أصحاب صهيل صوت الخيل وأطيط الصوت الإبل يعني أنه ذهب بها إلى أهله وهم أهله خير أهله خير وخير وإبل ويجب أن تريد بهذا المعنى كأنها تريد أن أصحاب محامل أنهم أصحاب محامل ورفاهية ورفعة تترقى السنف الفداني وأصحاب الخيل العرب تتخايل بالخيل لأن المحامل لا يركبها إلا أصحاب السعة وكانت قديمة من مراكب العرب قالت ودائس اسم الفعل من الدوس ودياس قال ابن سكيت الداس الذي يدوس الطعام رأي أن تأولوا بعضهم من دياس الطعام ودائس هو أهل العراق يقولون دياس وأهل الشام يقولون دراس الجرين فكانها أرادت أنهم أيضا أصحاب خيل وإبل وأيضا زرع الله أكبر ومنق الذي ينقيه من التبن نحوه بالبال يعني كل شيء عندهم يعني أرقى ما يكون ما أخوذ من نقيقة الدجاج أي أنهم أهل طير أيضا شوف خيل أهم أهل خيل وإبل وزرع وسعة مكان وأهل الدجاج أيضا أهل طير يعني عندهم من سنوف المال أعطاهم الله من كل سنوف المال أعطاهم المال من كل سنوف المال سبحانه ربي العظيم قالت فعنده أقول أي عند زوجي أقول كلاما فلا أقبح بل تمدح بكل ما تقول فلا أنسب إلى التقبيح في القول وهذه معناها أنها رفيعة القدر عنده رفيعة المكانة كلامها يسمع وإن لم يكن حتى بالصواب لكنها لكنها تحترم ولا تقبح ولا يقضح فيها قالت أشرب فأتقمح أي أروي حتى لا أحب الشرب ما أخذ من الناقة المقامح وهذه تارد الحوض فلا تشرب وترفع رأسها ريا قال البخاري قال بعضهم أتقمح بالمين وهو الأصح والذين بدوننا أتقنح أنا أقطع الشرب وأتمهل فيه وقيله الشرب بعد الرج وهو على كل حال يرجع أنها عزيزة عزيزة ومالكة ورفيعة القدر عنده وكثيرة الخيص نعم وكثيرة الامتلاك وفيها أيضا أتفتح بمعنى أن الجسد يمتلئ يمتلئ وكما قلت الكلام منضحة في النساء قوله أم أبي زرع فما أم أبي زرع كان فيها يعني مثل الكلام في زوج أبي زرع بأنها عظيمة القدر والشأن عكومها رضاح الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة وقيلها ينمط تجعل المرأة فيها زخيرتها رضاح يعني واسع جدا عظيم وعظيم الحشو وأيضا يقال رضاح إذا كانت بطيئة السير الكسرت من فيها ويقال إذا كانت عظيمة الكفر سقيلة الورك ورضاح يعني كثير جدا ممتلكتها فلذلك حملها يجعل السير يجعله بطيئا بيتها فساح أي واسع المعنى أنها وصفة توليدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأساس والقماش والملك وسعة المال كبيرة البيت يعني الثورة كبيرة الثروة كبيرة جدا أغنياء جدا عندهم رفاية ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع أيضا تفخيما لمكانته لذلك قالت تعتصف وتقول مرجعه كمثل شطبة المسل بمعنى المسلول مسلول الشطبة يعني يعني كأنه سيفا كانه سيفا سلة من غنده فمرجعه الذي ينام فيه في السور كقدر مسل شطبة واحدة وكانها تريد كأنه سيفا مسلول من غنده سيفا سيفا في اليمن كلها دات شطف وهي الطرائق التي فيه متن السيف وقد شبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة وإما الجمال الرونق وكمال لآله وإما لكمال الصورة واعتدال القوام والاستواء والرجل السمانة فيه مزمومة المرأة تكون مندوحة لكن السمانة في الرجل مزمومة جدا مزمومة قال الإمام الشفعي ما رأيته سمينا بدينا فيه خيص إلا محمد بن الحسن شبها كمان القناعة يشبهه دراع الجفرة ويرويك فيه دراع الجفرة الأنثى من أولاد الضأ وقيل من أولاد الماعث وذكر جفر وهي التي اتمر لها من عمرها أربعة أشهر يعني شوف هو ليس سمينا كما قلنا نحيفا قوامه كالسيف وهذه معناها أنه قليل قليل الأكل نشوفنا الزم الشديد على الكثير الأكل الذي التفى واشتفى وترويه من الفائقة ما اجتمع في الضرع بين الحلبتين فواق ناقة في سنة تبختر أنت الضرع اللطيفة أو القصيرة ألا ينت الملمس وقيل الوسعة والحاصر أنها وصفته به في القد وأنه ليس ببطين ولا جافي قليل الأكل والشرب ملازم لآلة الحر الحر يختل في موضع الحر والقتال أكل ذلك ما يتمدح به العرب يعني رجل قوج رجل له ما له من القوة والخفة كر وفر والعرب تندح هذا جدا بنت أبي زرفها بنت أبي زرفها طوع أبيها يعني تسمع الكلام وهي طوع أمها يعني بارة بأبيها وأمها وهذا أجمل ما يمكن أن تصفي البنت أن تكون بارة بوالدها من إكسائها يعني سمينة كما قلنا العرب تمدح سما المرأة وقد أخالف في ذلك مخالفة تامة في هذا الباب أنا ما أدري لكن هذا هو طوع أبيها وطوع أمها وغيظ جارتها المراد أنها يتغيظون حسدا من حسنها وجمالها وإهدبها وعفتها ورفقها وحسانها وعقلها الراجح جاريت أبي زارة فما جاريت أبي زارة وصفت أولا زوجها ثم وصفت حمتها وهي أم أبي زارة ثم ابن أبي زارة ثم ابنت أبي زارة حتى ما تركت الجارية هذا من شدة حبها لأبي زارة وعظمت مكانتها قالت فما جاريت أبي زارة قالت لا تبثوا حديثنا وأدي فيها دلالة أن أكثر هؤلاء الخدم يبثون الحديث النساء أعوذ بالله من لسان النساء قالت لا تسرع في الميرة بالخيانة يعني تحفظ الآمانة وتحفظ الحديث لا تنقص أو بالثاء لا تسرع في الميرة الزاد لا تسرقه بل AUDIENCE أمينة عليه تنقيس إخراج ما在 المنزل لا تنقص تنقيسا هي إخراج ما في المنزل منزل أهلياء لغيرهم قال أسعيد قال أبي الحبيب لا تفسده لا تفسده إعطاء لغيرها ولا تفسده هملاً ولا تملأ بيتنا تعشيشان إلا القمامة ما تكونش في كل مكان لا تضرق ناسها أو القمامة في البيت مفرقة كعش الطائر بل هي مصلحة للبيت منظفة إياه محسنة في ذلك قاد خرج من عندي الأوطاب هنا تمخض والأوطاب جامع وطب وسقاء اللبن ثم إن قول أم زرع هذا يحتمل جهين أحدهما إنكار خروجه من مزيلها غدوة وعندهم خير كثير ولبن غزير يشرب صريحا ومخيضا ويفضل عندهم ما يمخضو في الأوطاب والآخر أنها أرادت أن خروجه كان في استقبال الربيع وطيبه وأن خروجه إما لسفرين أو لغيره فلم تأدري ما ترتب عليها بسبب خروجه من تزوج غيرها والظاهر أنه لما رأى المزرع تعبت من مغض اللبن واستقلت تستريح خرج فرأى امرأة فتزوجها لقى امرأة مع عردان كالفهدين وصوها لهم التنبيه على سبب تزوج أبي ظرع لها لأن العرب كانت ترغف في كون الأولاد من النساء النجيبات في الخلق والخلق وأنت رأيت الاستبداع فكانوا يريدون الولد وشوف هذه سنة الإسلام تناكح وتكسروه فإن يباهم بكم الأممة يلعباني من تحت حضراء خسريها برمانتين أراد بهذا أن هذه المرأة كانت ذات كفلة عظيم إذا استقلت على ظهرها إذا استقلت على ظهرها ارتفع كفلها بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان من تحت ضرعها وفرات الأيتم من تحت صدرها عن ابن أبي أويس أن الرمانتين هما السجان يعني ليس هذا موضعه ولا سيما يقضرها من تحت ضرعها برمانتين ويعيد ما وقع في رواية أبي معاوية هي مستلقية على قفاها مع رمانة يرميان بها من تحتها فتخرج من جانب درعها برمانتين يعني الحقيقة أنها أرادت أن تكون تصف وصفاً دقيقاً لجمال قوامها لا سيما المرأة أجمل ما يكون قواماً فيها هو تكوير أو تدوير الثج وأيضاً القوام يظهر من النحافة عندها الوسط تسمى الجوانب يعني يكون لها كذلك فتكون هذه دلالة على حسن القوام قالت فطلقني ونجح هذا الخطأ الرهيب الذي يقع فيه أبو زراء مع هذا المتح الشديد له لم يبقى عليه يا رجل ابقى عليها وتزوج الثانية إياك أن تكسر امرأة من أجل امرأة ابقى عليها وتزوج الثانية وكن من أحسن الناس فعلاً في هذا الباب فطلقني ملكحها قالت فعجبته فطلقني وفي وقت خطبها أو زراء فتزوجها فلننتزل به حتى طلق أم زرها يعني هذا أيضاً فيها أنها يعني يعني الضرائر تعلم الكيد من الضرائر في هذا الباب تزوجت بعده رجلاً سرياً سيداً شريفاً في قومه له ألق بشرياً رجلاً غنياً أيضاً وأخذ رمحة خطياً من سمع للخط وأراحة من الإراحة وهو السوق لموضع المبيت نعمة سرياً نعمة سرياً والكثير من المال والإبل يعني وصفت يعني غناء أنه كان غناء عظيماً وأنه عنده من بهمة الأنعب بصنوفها قالت وأعطاني من كل رائحة زوجاً أي من كل شيء يعني الصنف وصنف الأخر من كل ما يروح من النعم والعبيد والإماء زوجاً أي اثنين واحتمل أنها أرادت صنفاً وفي رواية وأعطاني من كل دابعة مذبوحة مثل عيشة راضية مرضية وحاصل معنا أعطاني من كل شيء يذبح زوجاً ومير أهلك أي أهلك بالميرة والطعام كل شيء أعطانيه أي الزوج الثاني تزوج بها بعد أبي زارة فأحسن إليها وأعطاها كل شيء فقالت عيشة راضية قال رسول الله كنت لكي كأبي زارة لأم زارة لكنه قال لكني لا أطلقك وهذا حديث عظيم جداً فيه فوائد كثيرة ذكر محاسن النساء للرجال وهذا المسألة هل يجوز غريبة عند الجهل أم لا هذا بحث آخر العلماء نظروا فيه ومنها شكر المرأة لإحسن الرجل وهذا نادر في النساء دل على أنها امرأة راقية وهنا أيضاً أتى بالحديث عن عروا عن عيشة قالت كان الحبش الحبش يلعبون بحرابهم فستراني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فقدروا الجريع الحديث مطبقة للترجمة في اجتمالي على ذكر حسن المعاشرة يقول لها تحبين أن تنظري قالت نعم فجاءت فوضعت خدها على خد على خد السلم تريد أيضاً أن يرى النساء مكاناتها من النبي صلى الله عليه وسلم فتقول قدروا أنها جارية حديث السن رأت اللعب فجلست ولكنها حقيقة الأمر ليس الأمر باللهو يعني ما كان الأمر أن اللهو هي هو الذي تريد لا هي أصلاً أرادت أن يعرفة أو أن تأيارة نساء النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم وهنا فيه دلالة على جواز اللعب في المسجد وكانوا يلعبون بالحرب ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بقشر البطيخ بقشر البطيخ يتبادحون الفواد المستنبطة أفضل الناس أفضل الرجال أحسنهم تعاملاً مع النساء رفقاً وإحساناً وبرار الوفاء نادر المرأة تحسن إلى زوجها لفظاً هذه وفية الوفاء نادر فضل عائشة رضي الله عن أرضاه لأن النساء المسلم شبه نفسه بأبي زرع الأم زرع هذا لفضل عائشة وكان يتحبب لها وتلطف أسوأ صفات الرجل أن يكون بخيلاً عيلياً وأن يكون غضوباً غير مرضي يعني يكون غضوب جداً ولا يرضى ما في الشيء يرضي وأفضل الرجال من كان رفيقاً متغافلاً قوياً عند التعامل مع الرجال وقف عند هذا رضي الله عنكم أحسن الله عليكم ورفع الله ومقامكم بذلك الله كل خير يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنيناً به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائداً في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلاً ولا تكثرن فكم كثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئاً ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلاً فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم